اتشي بيدر خبرتي عليها كدر عشان الدنيا غالي يمكن يكون فيه كتكوت غوره مفيش صوت لأي كتكوت خلاص أوكي هو كده مضبوط كتكوت خدو اتشي بول اضرابي البيضة بلي شويش مش بتنفضي مرتبة انتي بلي شويش جدا كمان بلي شويش خليك حنايانة ليه؟ عشان أنا عايزة اشرت البيضة اعقمها واشيلها عشان نعمل بها حاجة تانية مبرميش حاجة انا لو انكتش هاوهوهوهة خدي من البيضة بتحتك يال هل هاتubola خدي من البيضة بتحتك البيضة بتاع البيضة هنا الأول خلصنا من بياض البيضة بتاعتنا هناخد في البولة اللي هنشتغل فيها خلطة الشعر السفار علشان يتقل الشعر والقشرة ما بتجدبش تخش هنا في مياه عشان تتغسل وتتعقم عشان هستعملها للتأشير بتاعي والبيض اقدر اعمل منه حاجة تانية لشعري ياس اهو اخليه برضو على جنب اليوم اللي بس شغلانة صراحة يعني مش هتديني قوي حاجة مفيدة اهي كده ناو باخد كل الافوغادو بتاعي عشان الشعر بتاعي كده وحك الاشرة بتاعتي من اي بقايا الافوغادو دي ساع حرة للشعر ياس سوفار البيض مع الافوغادو ناو بقايا ناو بقايا الكاري بودر بتاعتي هاخد بمقدار نص ملعقة من اللي بناكل بها كاري بودر نص ملعقة من الكاري بودر بتاعتي فوق الافوغادو كاري بودر وحاخد عليها دبس الرومان شفتوا بقا دبس الرومان هابتدي يخش في ايه؟ في وصفيات الشعر ياس دبس الرومان فوق الافوغادو ملعقة كبيرة مزلقطة من دبس الرومان مع الكاري دبس الرومان هيساعدني جدا في اني اوقف انت ساقط المكمل الغذائي العصر الاسود او دبس الرومان ناو ناو 2 في المواد الفعالة اللي بتخلي الشعر بتاعك ما يعملش اشرة وحكة هو خل التفاح خل التفاح بتاعك اللي تقدري تشتريه من اي سوبر ماركت ملعقة كبيرة من خل التفاح ملعقة كبيرة من الخل بتاع الفتة ايه الخل ده كله؟ عشان يديني مفعول صاح مع الكاري لازم ادخل بالخل الخل كمان هيخلي الوصفة بتاعتك من الابوغادو تعالجلك الاشرة ياس بابي ياس ودلوقتي حنزل بزيت الجوز هنت ملعقة كبيرة مزلقطة من زيت الجوز هنت كده فوق الكاري بتاعك وفوق الصفار بتاع البيضة واللي سلقها اول وصفة تنزل من عند ابي لندن وكر يكون فيها خل تفاح بلساميك فينيجر او خل الفتة ودبس الرمان بيخشوا مع صفار البيضة بتاعتك مع الموزايا او الابوغادايا نعم بالطبع انت محتاجة المادة المساعدة على التساقط هي الصفار اذا عندك الصفارة صغيرة زي دهين كده كفاية اذا ما عندكيش فضي حتة من المغولة كبيرة بتاعتك اللي هي بتكون كبيرة بمقدار ثلاث ثوابة او اربع ثوابة كفاية على الوصفة ياس؟ لكن انت مش محتاجة اكتر من كده ده خليها هنا عشان بحاول اننزل منها السم دي طبعا خارج منها السم وكل حاجة وهحاول ان انا او اوليكي دلوقتي بحف الوصفة بتاعتي لان حطيتها على النار اوليكي بتينة زيت الجوزهند كبيرة ملعقة كبيرة و اه ادي حتة السبورة بتاعتي اهي باختصاف كده انت خدت مني وصفايا مع الكاري مع علاقة كاملة من الكاري علشان وانا وانا بعالج شعري اسبقه الكاري ما بيخليش الشعر يبقى لون واحش بالعكس بيديكي لون رهيب جبر ومن سنوات وحنا بنشتغل بالحاجات يحيا فعنسكة اخودي مني الوصفة مظبوط كجدا جدا جدا اوي خالص ده بالنسبة لخلدة التساقط اللي حالا دلوقتي هنبتدي نضربها هنا بالبلندر بتاعي اضحني حاجاتك مع بعض سفار البيضة سفار البيضة يعني بروتين لنتكتين لو ما حتتيش سفار البيضة برايا فيها تتقيل ومنع تساقط وعليج جبر فعال من الكاري ابو حافظ اوكي اوكي ها نحن اهي اهي دي احسن حاجة تعمليها وتشليها بالفريزر تقداري تحطيها فعالة ببلاستيك بالفريزر تقداري تستطيعها تنفيذي بها في التلق تدريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر